اقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة شيميتسو موتيجي وزير خارجية اليابان وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكذلك السفير ماساكي نوكي السفير الياباني بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المسؤول الياباني للقاهرة طالبا سيادته نقل تحياته إلى السيد يوشيهيدي سوغا رئيس الوزراء الياباني ومتقدما بالتهنئال الشعب الياباني الصديق على نجاح توكيو في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة كما أعرب السيد الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة والقيم العريقة مؤكدا سيادته اهتماما مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب من العمل المشترك في العديد من المجالات خاصة تلك التنموية والاقتصادية والاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالا للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليا في مصر في مختلف القطاعات مع الأخذ في الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية في مصر من سمعة طيبة وخبرة تكنولوجية وجودة صناعية متقدمة من جانبه نقل وزير خارجية اليابان إلى السيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء الياباني مؤكدا أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيضي التعاون الثنائي والتشاور السياسي وذلك لأهمية ومحورية الدور المصري في محيطها الإقليمي لترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما أكد وزير الخارجية اليابانية تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة معربا في هذا الصياق عن التقدير لرعاية السيد الرئيس لعملية دعم وتسهيل عمل الشركات اليابانية العاملة في مصر وتذليل أية عقبات مشددا على حرص اليابان على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة مشيرا إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية مع مصر خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والنقل والمتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون المشترك بين البلدين فضلا عن التجربة الرائدة للمدارس اليابانية في مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث أعرب المسؤول الياباني عن دعم بلاده للجهود المصرية في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بمنطقة الشرق الأوسط كما ثمن الجهود المصرية الفاعلة تجاه القضية الفلسطينية وتهديئة الأوضاع في قطاع غزة كما تم تبادل وجهة النظر بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في أفغانستان وقد توافقت وجهة النظر بين البلدين إذا أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة مع تأكيد ضرورة استمرار التشاور والتنصيق بين الجانبين في مختلف الأطر والمحافل الدولية خاصة فيما يتعلق بالجهود المشتركة للتحضير للدورة المقبلة من القمة اليابانية الإفريقية تيكاد في تونس خلال العام القادم وذلك ترسيخا لنجاح الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للدورة السابعة من قمة تيكاد والتي انعقدت في مدينة يوكوهاما في عام 2019 كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد عوى التاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشؤون المبادرات والصحة العامة والدكتور احمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا محليا وعالميا واستعراض اجراءات وزارة الصحة بشأن الجائحة في اطار المسار المتوازن الذي تنتهي جهد دولة خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس بالاستيراد او التصنيع المحلي بما فيها جهود تطوير شركة فاكسيرا إلى جانب الموقف التنفيذي لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة الاجتماع شهد كذلك استعراض النجاحات التي حققتها المبادرات الرئاسية المختلفة التي تم اطلاقها على مدار العامين الماضيين لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم ومردودها الايجابية على التخطيط الصحي على المستوى الوطني وفي مقدمتها مبادرة مئة مليون صحة للقضاء على فيروس سي والتي نجحت في خفض الاصابة بهذا المرض بنسبة وصلت إلى 92% حيث عرضت السيدة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد المؤشرات والبيانات قبل وبعد تطبيق المبادرات فضلا عن عرض نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي سهمت بشكل فعال في الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة خاصة الأورام كما تم استعراض جهود وزارة الصحة لتعظيم التعاون مع الدول الأفريقية في مجال توفير الخدمات الصحية لسيما من خلال إرسال القوافل العلاجية وتوفير فرق للتدريب وتبادل الخبرات إلى جانب توفير الخدمات الصحية اللازمة للأشقاء الأفريقى في مصر أعلى أعلى مستوى بما فيها عن طريق المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة الأفريقية في الإسكندرية وقد وجه السيد الرئيس بتوفير حزمة كشفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد وذلك للإطمئنان على صحتهم وسلامتهم بما في ذلك الكشف عن فيروس كورونا وفيروس سي وأمراض الضغط والسكر والسمنة والتقزم وضعف النظر وغيرها مع إعداد قواعد بيانات دقيقة في هذا الإطار كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في الأورام لرفع القدرات المحلية في الكشف والتشخيص وبروتوكولات العلاج عن الأورام المختلفة ووجه السيد الرئيس أيضا ببلورة خريطة متكاملة لجميع الأجهزة المنتسبة للقطاع الطبي بكافة قطاعاته على مستوى محافظات الجمهورية سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي أو القطاع الخاص وذلك لتحقيق التناغم والتكامل المطلوب بينها وتفادي إزدواجية الجهود في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى في إطار المبادرات الرئاسية بغض النظر عن التبعية المؤسسية لتلك الأجهزة والمنشآت كما وجه السيد الرئيس كذلك بالاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم لتطوير التدريب المهني للكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة التي توفرها تلك المنشآت على اختلافها بهدف ضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين من تشخيص أو علاج وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة بالأساس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين